بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذا الجزء العملي لشرح المسائل لمادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معاكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل مع المسائل المرتبطة بالمحور الثاني بعنوان Tension, Compression and Shear ونشرح الآن هذه المسألة الثالثة معطى هنا بار والكروس سكشن تبعه دائري هذا البار محمل بتنشن والقطر لهذا البار هو D والأوريجينال لانث هي L معطى طبعاً الـ Modulus of Elasticity 75 جيجا باسكال معطى الـ Poisson Ratio نيو تساوي 1 على 3 الطول الأصلي يساوي متر ونص أما القطر الأصلي فيساوي 30 مليمتر المادة هي الألومنيوم سبائك الألومنيوم هذا البار وقع عليه استطالة بقيمة 3.6 مليمتر مطلوب جراء هذه الاستطالة كم هو التقلص على القطر هذا أولاً ثم مطلوب كم قيمة الفورس أو قوة الشد P طبعاً هذه المعطيات حساب الأكسل سترين يساوي التغير في الطول على الطول الأصلي دلتا على L التغير في الطول هو 3.6 مليمتر أما الطول الأصلي فهو متر ونصف لا بد أن يحول إلى مليمتر أيضاً تطلع معنا الابسيلون اللي هي الاسترين تساوي 0.024 اللاترال استرين وهو الانفعال المحوري إبسيلون L تساوي minus Poisson Ratio ضرب الإبسيلون بما أنه قانون البواصن ريشيو هو التغير في الطول تقسيم الأكسل سترين فنتحصل على أنه إبسيلون L تساوي سالب 0.0008 الماينوس هذا إشارة السالب تدل على ماذا؟ تدل على أنه في تقلص في القطر Decreasing Diameter يعني قيمة التقلص في القطر تساوي كم؟ تساوي الانفعال المحوري ضرب القطر الأصلي يعني 0.308 ضرب 30 مليمتر يساوي 0.024 مليمتر هذه قيمة التقلص على القطر بالنسبة للأكسل ستريس سيجما تساوي اليانكس مودلس ضرب الإبسيلون هذا هو ماذا؟ هو الهوكس لاو قانون هوك وبالتالي إبسيلون أو سيجما عفوا تساوي 180 ميجا باسكال هذا الاسترس هو أصغر من اليلد استرس إذن الهوكس لاو فاليد لأن الهوكس لاو لا تطبق ولا تستعمل إلا في الإلستيك ريجين يعني في المجال الاسترس اللي أقل من اليلد فيكون معنا اللوت بي التنشن يعني فورس بي تساوي سيجما ضرب الأيريا السيجما تحصلنا عليها 180 ميجا باسكال والأيريا هي باي دي تربيع على أربع هنا تربيع عفوا فيكون معنا البي تساوي 127 كيلو نيوتن ترجمة نانسي قنقر